أنوح ما بعد دلوقتي لموضوع تاني وأخبار المحافظات اللي معانا النهاردة ففي أسوان تم انطلاق فعليات مؤتمر الصعيد بلا ثقر واللي شهد حضور المئات من العمد والمشايخ ورجال الدين والأهالي من المحافظات في الصعيد المختلفة في محافظة البحر الأحمر تم تسليم عشر طن من المواد الغذائية من أجل توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وفي الشرقية تم الإعلان عن توفير تمويلات لأكتر من 18 ألف مشروع للشباب ضمن مبادرة مشروعك محافظات مصر شاهدت مبارح أخبار وأحداث كتيرة فأسوان انطلقت فعليات مؤتمر صعيد بلا ثقر واللي شهد حضور المئات من العمد والمشايخ ورجال الدين والأهالي من محافظات الصعيد المختلفة بجانب مشاركة عدد من الوزراء والشخصيات العامة في المنوفية أعلنت مديريت تضامن أنه تم تسجيل 1116 فصل محو أمية خلال شهرين يوليو وأغسطس وجاري استكمال تسجيل فصول جديدة خلال شهر سبتمبر على أن يتم اختبارهم في أول أكتوبر المقبل في إطار سعي الدولة للقضاء على الأمية بين المواطنين وده ضمن مبادرة محو الأمية وتعليم الكبر في البحر الأحمر تسلمت المحافظة 10 طن من المواد الغذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة وبتتضمن أربع طن من الرز وأربع طن من السكر واثنين طن من المكارونا وتم تسليم هذه السلع لمديرية تضامن ليتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في الغربية انطلقت مبادرة تعليمية مجانية في مرحلة التعليم الإعدادي تحت شعار اتعلم اتأسس تهدف المبادرة لجذب الطلاب الأقال تحصيلاً والرأسبيين ومساعدتهم في تحسين مستواهم العلمي والثقافي وإعادة بناء ثقتهم بأنفسهم وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق تفوقهم التعليمي في الشرقية أعلنت المحافظة إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك وفر 55.417 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت 3.108.000.000 جنيه وجرى تنفيذ 18.924 مشروع منذ انطلاق المبادرة بهدف تشجيع الشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات في جنوب سينا تستعد مدينة شرم الشيخ لاستقبال منتدى مصر الدولي لكنوز الإبداع في دورته السادسة في الفترة من 1 ل 5 أكتوبر وبتتنوع فعاليات المنتدى في عدة مسابقات أبرزها مسابقة أجمل صوت في ألحان كنوز الإبداع للموسيقار الراحل محمد فوزي بالإضافة لمسابقة الأغنية الخاصة وأيضا يتضمن المنتدى المشاركة في معرض الحرف اليدوية والأزياء التراثية ومعرض الفن التشكيلي والمشاركة في النادوة الشعرية وملتقى الفن التشكيلي في قناة تم افتتاح أعمال ترميم دير مار جيرجس بجنوب مدينة نقادة وتحتوي المدينة على خمس أديرة تم الانتهاء من أعمال ترميم عدد منها وافتتاحها كمرحلة أولى وكانت الأعمال بإشراف قطاع الأثار الإسلامية والقبطية بوزارة الأثار في المينيا أعلنت المحافظة إجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانا لحوالي 1652 حالة خلال أعمال القافلة الطبية بقرية سيوة بمركز بني مزار ضمن الخدمات الطبية المجانية اللي بتقدمها المبادرة الرئاسية حياة كريمة للوصول لأهالي المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة